لو مش عارف يعني الواحد دلوقتي بيفتكر قليل واللي بتعرض كتير وبيشوف حاجات كتير بس احنا كنا من كام شهر كده قدمنا لحضراتكم تقرير عن المشاكل أو المتاعب اللي بتحصل على مستوى محاور معينة أو أجزاء معينة في محور صفت اللبن وفي الحقيقة لما كنا نشرنا شكوى من الناس وأزعنا على حرككم تقرير عن شكوى الناس لقينا أنه قدرات المرور في القاهرة والجيزة ولقينا أنه في الأدارة العامة المرور ولقينا أنه وزارة الداخلية كانت حطت إرشادات وعملت يعني بعض الاحتياطات الحقيقية علشان الجزء اللي احنا كنا نتكلم عنه في محور صفت اللبن ما يحصلش فيه حوادث لكن النهاردة اتكررت مرة تانية في جزء تاني في محور في جزء تاني من محور صفت اللبن الصور اللي حرككم شايفينها دي صور لحظة سقوط العربية الميكرو باس اللي وقع النهاردة من فوق صفت اللبن وفقاً لغزارة الصحة ده أدى لتمانية وفاة تمانية وإصابة أربعة طبعاً وأنا هنا يعني ما أناش متخصص لكن أقدر أدعي أن أنا عندي شوية شوية فهم وبسيط مسألة الحوادث بالذات بيبقى داخل فيها عشرات العناصر بيبقى داخل فيها حالة الكوتش وبيبقى داخل فيها الملف وبيبقى داخل فيها السواء عارف إمكانيات عربيته والسبات بتاعها على الأرض إزاي وهو باخد الملف على سرعة كام وفي اللحظة هو دي فارمل ولا ما فارملش ممكن يبقى فارمل زيادة في العربية تقلبت خرجت عن السيطرة ممكن ما يفارملش خالص في العربية يعني في مئة حاجة بتدخل في علم أسباب إيه اللي بيحصل عشان حادث لكن ده حصل النهاردة وكانت حادثة مأساوية في الحقيقة وفقا للتحقيقات ووفقا لأجهزة الأمن إنه كان داخل على سرعة يظهر إنه بقى فارمل هربت ما عرفش زي ما يقول حراكم إنه كان داخل الملف نفسه على سرعة عالية وكان فيه عدد من العربيات الإسعاف وفقا لمعلوماتنا إنه الإصابات ما بين درجات الارتجاج المختلفة والجروح في الراس يعني جروح الحمد لله بالنسبة لمصابين المسيطر عليها أو حالة مستقرة